السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنان العزاء طلبات وطالبات تعليم الفني قسم تركيبات ومعدات كهربرية أهلا وسهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من حلقات المراجعة العامة على مادة التركيبات الكهربرية النهاردة إن شاء الله إحنا هنشتغل مادة التركيبات بشكل يعني عكسي شوية اللي هو يعني ندوس شوية على الباب الثالث نأكد على الباب الثالث لإنه إحنا محتاجين نراجع عليه شوية وبعد كده هنرجع نجيب من الأول والتاني مرة أخر إن شاء الله النهاردة الباب الثالث بيكلم عن الكابلات الكهربرية أو الكابلات الأرضية عندنا فرق بين طبعا الباب الثاني كان بيكلم عن الكابلات أو خطوط النقل الهوائية الباب الثالث عن خطوط النقل الأرضية هنا بيكلم عن الأبراج والموصلات على الأبراج وهنا بيكلم عن الكابلات الأرضية فيه فرق بين الاتنين فيه فرق بين الاتنين فيه حسابات مختلفة فيه عوامل مختلفة فيه مميزات بتختلف بين الكابلات أو خطوط النقل الهوائية وخطوط النقل الأرضية وده اللي هنعرفه خلال شغلنا فيه الباب الثالث واللي هنتكلم عنه فيه الباب الثاني إن شاء الله عندنا حلقات أخرى كانت عن مادة التركيبات الكهربية كانت حلقات شرح طوال العام الدراسي أنت كمان ممكن ترجع لها تاني بحيث أنك تستعيد الزاكرة شوية ترجع لمعلومات أنت مفتقدة عندنا حلقات المراجعة على المادة برضو موجودة على قناتنا على قناة اليوتيوب أنت برضو محتاج ترجع لها فمع بعض هنشتغل في الباب التالت وانت معاك الحلقات تقدر ترجع لها مرة أخرى ومستنين أسئلتك وتفاعلاتك على قناتنا على قناة اليوتيوب نشوف مع بعض كده أول سؤال عندي في الباب التالت وهو بيتكلم عن الكابلات الأرضية والسؤال الأول بيقول لي مما تتركب الكابلات الأرضية مع ذكر ووظيفة كل جزء مع ذكر وظيفة كل جزء باختصار أول حاجة عندي الكابلات الأرضية بتتكون من عدة أجزاء مختلفة أو طبقات يعني احنا ممكن نقول أن هي بتمثل طبقات للكابل اللي عندي أول طبقة هي بتبقى الموصل وعزل الكابل والغلاف المعدني المنيم طبقة الخدمة الخارجية والدرع الواقي طب ما تيجي نشوف كده وظيفة كل جزء أو كل جزء من الأجزاء دي وظيفته إيه وبيعمل إيه معي الموصل هو مادة تصنع من النحاس أو الألمونيوم ويوصل الطيار الكهرابي يعني هو الجزء المسؤول عن حمل الطيار الكهرابي وتوصيل الطيار الكهرابي تمام طيب طبقة العزل عزل الكابل مادة عزلة أو عزل الكابل ده هو مادة عزلة تعزل الموصل عن أي عنصر محيط به ومن أشهرها العوازل الورقية أشهر المواد العزلة لو ده سؤال هيقابلنا بعد كده المواد العزلة أشهر المواد العزلة دي العوازل الورقية والعوازل البلمرية والعوازل الغازية عندنا أنواع من الغازات بتستخدم كمادة عزلة الغلاف المعدني الغلاف المعدني أهميته منع الرطوبة عن المواد العزلة وحمايته من الصدمات ويصنع من الرصاص أو الألمونيوم ده كده الغلاف المعدني وفي سؤال هيقابلني بعد كده هنشوفه يعني ليه بيفضل استخدام الرصاص عن الألمونيوم أو أي منهم أفضل تمام عندي بعد كده المانيوم طبقة المانيوم هي طبقة من مادة كولوريد البوليفينيل اللي هي بيختصارها البي في سي دي مادة بلاستيكية بتستخدم لحماية الغلاف المعدني من التآكل يبقى هنا هي طبقة من مادة كولوريد البوليفينيل اللي هي بيختصارها البي في سي عالي الجودة لحماية الغلاف المعدني من التآكل طيب بعد كده عندي طبقة الخدمة دي كلها يا جماعة طبقات على الكبل احنا بنشوفها ولكن بيبقى عايزين نعلم في المسميات بتاعتها ووظيفة كل جزء أو كل طبقة منهم طبقة الخدمة الخارجية هي طبقة الغرض منها حماية الضرع وسهولة تعامل الفنيين معه اللي هي طبقة الطبقة البلاستيكية السودة اللي بتبقى على الكبل من الخارج ودي بتسهل لي انه الفنيين يقدروا يتعاملوا معاه لانه في طبقات حديد وصاج مجالف ورصاص وألمونيوم على الكبل ماينفعش مش هيعرف العامل يتعامل معاه يبقى هنا الغرض منها حماية الضرع وسهولة تعامل الفنيين معه مثل المد أو السحب أو اللف على بكرة وتتكون هذه الطبقة من الجوت المشبع بالبيتومين طيب الضرع الواقي الضرع الواقي الطبقة الأخيرة يتم توفير الحماية الميكانيكية للكبلات أو هي الطبقة اللي بتوفر الحماية الميكانيكية للكبلات عن طريق ضرع حماية داخلية أو ضرع حماية داخلية طيب نشوف بعد كده سؤال مهم بيقول لي علل يفضل غلاف الألمونيوم عن غلاف الرصاص في الكبلات الأرضية دي نقطة مهمة أول وإحنا قلنا إنه الغلاف في منه نعين في منه غلاف ألمونيوم وفي منه غلاف من الرصاص ليه بيفضل غلاف الألمونيوم عن غلاف الرصاص في الكبلات الأرضية تعالوا نشوف كده مع بعض رقم واحد رخص السمن رخيص السمن أول حاجة اتنين خفيفة الوزن أو خفة وزنها رقم ثلاثة يتحمل جهد الشد الألمونيوم غير الرصاص في النقطة دي يعني الألمونيوم بيتحمل جهد الشد وزنه خفيف رخيص السمن عن الرصاص أربعة لا يتأثر بالاهتزازات الميكانيكية تمام؟ يبقى دي كده اللي بيميز الغلاف الألمونيوم عن الغلاف اللي مصنوع من الرصاص في الكابلات الأرضية طيب أذكر تصنيف الكابلات من حيث الجهد والمادة العزلة احنا عارفين أنه الجهد اللي موجود عندي أي جهد متولد من الشبكة الكاربية أو من شبكة التوليد محطات التوليد بيبقى بيتولد بجهود مختلفة عندي منه الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد الفائق هذه الأربع أنواع أو أربع قيم للجهود قيم مختلفة هل الأربع أنواع للجهود دول أو أربع قيم للجهود أو أربع المستويات للجهود دول كابل واحد يتحمل كل الجهود دي يعني الكابل اللي يشتغل على الجهد المتوسط هو اللي يشتغل على الجهد العالي أو الجهد الفائق أو الجهد المنخفض لا فيه كل كابل مصمم بحيث ان هو يتحمل نوع معين من الجهود او قيمة معينة من الجهود ونفس الكلام من حيث المادة العزلة تعالوا نشوف مع بعض كده انواع المواصلات او تصنيف الكابلات من حيث الجهود اول حاجة عندي كابلات الجهد المنخفض كابلات الجهد المتوسط وعندي كمان كابلات الجهد العالي وكابلات الجهد الفائق طيب كابلات الجهد المنخفض احنا لازم نبقى عارفين الجهد المنخفض لحد كم فولت والمتوسط لحد كم فولت والعالي والفائق لحد كم فولت يبقى كابلات الجهد المنخفض دي هي كابلات تعمل عند جهد اقل من 1 كيلو فولت يعني الكابلات دي بتتحمل لحد 1000 فولت تمام كابلات الجهد المتوسط كابلات الجهد المتوسط بتتحمل معايا الجهد من 1 كيلو فولت حتى أقل من 11 كيلو فولت تمام؟ يعني من 1000 فولت لحد 11000 فولت طيب رقم 3 كابلات الجهد العالي كابلات الجهد العالي بتعمل عند جهود أكبر من 11 كيلو فولت وحتى يعني أقل من 133 كيلو فولت طيب كابلات الجهد الفائق دي بقى كابلات بتعمل عند جهود أكبر من 133 كيلو فولت ودي بتسمى بقى كابلات الجهد الفائق تعالوا نشوف بقى تصنيف الكابلات من حيث المادة العزلة تصنيف الكابلات من حيث المادة العزلة عندي كابلات معزولة بالورق وكابلات معزولة بمادة البوليفينيل كولوريد اللي هي البي في سي وعندي كابلات مملوقة بالزيت وكمان كابلات معزولة ومملوقة بالغاز يبقى أنا كده عندي طبقات العزل أو تصنيف الكابلات من حيث المادة العزلة عندي كابلات معزولة بالورق عندي كابلات معزولة بمادة البوليفينيل كولوريد وقلنا دي مادة بلاستيكية بتستخدم في العزل الكهرابي ودي مادة فائقة الجودة أو عالية الجودة من حيث العزل للكهرباء أو للطيار الكهرابي يبقى كده عندي كابلات معزولة بالورق عندي كابلات معزولة بمادة البوليفينيل كولوريد اللي هي اختصارها البي في سي لازم نبقى عارفين الاختصار ده عندي كابلات معزولة مملوقة بالزيت وكابلات معزولة مملوقة بالغاز وهنشوف بعد كده الغازات اللي مستخدمة في العزل كمان طيب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه السؤال اللي بعد كده بيقول اذكر تصنيف الكابلات من حيث عدد المواصلات ده كله احنا بنتعرف على انواع الكابلات من حيث بقى عدد المواصلات الداخلية من حيث المادة العزلة من حيث الجهد اللي بتتحمله فإحنا دلوقتي كل الأسئلة دي بنتعرف على تصنيف الكابلات فيها أذكر تصنيف الكابلات أو ما هي أنواع الكابلات من حيث عدد الموصلات ممكن يقولك ما هي أنواع أو أذكر تصنيف عندي أول حاجة الكابلات ذات الموصل الواحد ودي كابلات بيبقى داخلها موصل واحد وعندي الكابلات المتعددة الموصلات دي كابلات بيبقى جواها موصل واحد ودي كابلات جواها عدة موصلات طيب بسؤال تاني بيقولي أذكر تصنيف الكابلات من حيث مركز الموصلات وهنا دي نقطة مهمة أنه مركز الموصلات ده بيختلف عن عدد الموصلات طيب عندي كابلات ذات موصلات متحدة المركز وكابلات ذات موصلات مختلفة المركز طيب نشرح اللي اتنين تعالوا نبص مع بعض كده هذا النوع اللي هو الكابلات متحدة المركز هذا النوع من الكابلات توضع شعيرات الموصل الثاني على شكل دائري حول الطبقة الدائرية من المادة العزلة الموضوعة حول الموصل الأول يعني الكابل اللي هو متحد المركز بيبقى نوعه أو شكل تركيبه ازاي بيبقى عندي طبقة الموصل أو الموصل الداخلي للكابل في الداخل بيتلف عليه طبقة بلاستيكية أو طبقة العزل وبييجي عليه الموصل التاني الموصل التاني اللي بيبقى اللي هو الطرف التاني أو الفردة التانية من الموصل بيبقى حول بتتلف بشكل دائري حول طبقة العزل اللي كانت موجودة على الموصل الداخلي تمام كده؟ فيبقى عندي موصل داخلي عليه طبقة عزل وعليه ملفوف كمان موصل آخر وعليه طبقة العزل بتاعته التانية تمام كده؟ ده كده الموصلات المتحدة المركز طب تعالي نشوف الموصلات مختلفة المركز بيقول لي تحتوي على موصلين أو أكتر من النوع المجدول معزولة وتوضع بجوار بعضها ويملأ الفراغ بعازل وتكون مستديرة أو مبططة يعني إيه؟ يعني أنه في الحالة دي بيبقى الموصل اللي موجود عندي بيبقى بشكل أنه هو الكبل كبل واحد ولكن بيبقى طبعا مختلفة المركز بنلاقي التلات فازات جوه الموصل وده الشكل العام اللي احنا بنشوفه والشكل الغالب اللي احنا بنشوفه في أي مكان في القسم عندك في الشارع الكبلات اللي احنا بنشوفها في الشوارع أثناء التمديد للكبلات بتبقى شايف الكبل فيه طالع منه تلات فرد اللي هي مثلا أحمر وأزرق وأصفر أو أسود بيبقى خارج منه تلات أطراف أو أربع أطراف اللي هما إلي واحد إلي اتنين إلي تلاتة والإن فده الأطراف أو الكبل المعتاد اللي احنا بنشوفه الشاعر الاستخدام طيب بيقول لي أنه بيوضع أو بتملأ الفراغات بمادة عزلة أو بطبقة عزلة التلات موصلات اللي هيتحطوا فيه الكبل نفسه بيبقى داخل بيبقى بين كل موصل والتاني فيه فراغات ما ينفعش نسيب الفراغات دي علشان الإجهادات اللي هيتعرض لها الكبل وهو فيه بطن الأرض إجهادات الشد والإنحناء وإجهادات الحمل اللي هيقع عليه هبوط للطربة عربيات تقيلة محملة معديها على الكبلات كل ده بيعمل لي مشاكل فيه الكبل بيعرض الكبل لمجموعة من الإجهادات الميكانيكية اللي بتسبب أنه ممكن يحصل أطعف أحد الأطراف أو في أحد الموصلات انهيار للمادة العزلة أطعف طبقة العزل تحصل مشاكل كبيرة في الكبلات تمام؟ يبقى بييجي بعد كده بعد ما بيحط الثلاث موصلات أو الأربع أطراف الأربع موصلات بيبدأ يملأ الفراغات اللي موجودة بمادة عزلة وبعد كده بيكمل طبقات الكبل اللي بتبقى موجودة على الكبل اللي احنا قلناها الدرع والطبقة الواقية والمن يمو الكلام ده كله تمام؟ طيب نشوف بعد كده مزايا الموصلات ذات الشعيرات المتعددة المجدولة وعندي كمان مزايا الموصلات متحدة المركز احنا تكلمنا عن انه في من حيث المركز في متحدة المركز ومتعددة المركز تمام؟ تعال نشوف هنا مزايا الموصلات ذات الشعيرات المتعددة المجدولة أكثر مرونة يعني رقم واحد بتكون أكثر مرونة كمان بتكون سهولة أو سهلة الثاني أو سهولة الثاني كمان يمكن تكوين موصلات ذات مقاطع مختلفة وهنشرح كله نقطة دلوقتي وهنقول بنعملها ازاي أو نقدر نحصل عليها ازاي سهولة اللحام ووصلها وكمان زيادة الاشعاع الحراري مما يساعد على تبريد الموصل نقول نقطة نقطة كده بسرعة هو هنا بيقول لي مميزات الموصلات ذات الشعيرات المتعددة المجدولة اللي هي متعددة المركز قلنا ان هي أكثر مرونة تمام؟ الموصل لما يبقى مجدول لما يبقى عندي موصل مجدول مجموعة من الشعيرات ومجدولة كده بيبقى سهل الثاني سهل يعني حر الحركة شوية بنقدر نحرك فيه شوية تمام؟ عندي كمان ان هو بيبقى أكثر مرونة يعني بيبدأ يتحرك معاك حتى لو جينا نلفه على البكرة الكبيرة بتاعت اللي هي بيبقى ملفوف عليها الكاب بيبقى سهل ان هو يتلف معاك عكس الموصلات المسمطة او الكابلات اللي هي ذات موصل مسمط اللي هي متحدة المركز او اللي هي بتبقى ذات مركز واحد دي تمام؟ طيب بيقول لي كمان بيتكون او يمكن تكوين موصلات ذات مقاطع مختلفة ودي نقطة مهمة قوي انه لما اجي اعمل عملية توصيل او لحام للكابلات مع بعضها ممكن الكابل اللي انا هوصل فيه او لوحة التوزيع اللي انا هاخد منها او المحول اللي انا هاخد منه خط الكابلات اللي انا هوصله ده ممكن المكان اللي هاخد منه ده مكان التوصيل بتاعه يكون صغير الكابل مايقدرش يدخل في المكان ده او طرف التوصيل اللي هي البنة اللي احنا بنوصلها في اللوحة تكون يعني الكابل مساح قطره اكبر من قطر الطرف اللي انا هوصل منه او اللي هربط الطرف التوصيل ده فيه ايه اللي يحصل ان انا اقدر اشيل بعض الشعيرات اللي انا اقدر من خلالها اقل القطر الموصل بحيث انه اقدر اعمل عملية التوصيل او اللحام للكابل اللي انا عايز اعمله تمام ده من حيث نقطة اللي هو اقدر احصل على اكتر مختلف سهولة اللحام والوصل ودي برضو بتبقى انه علشان اعمل لحام للموصلات المجدولة بيبقى سهل عن الموصلات اللي هي متحدة المركز زيادة الاشعاء الحراري مما يساعد على تبريد الموصل ودي نقطة مهمة اللي هي الموصل اللي هو او الكابل اللي هو بيحتوي على موصل من نوع شعيرات مجدولة بيبقى سهل قوي ان يفقد درجة الحرارة اللي نتجت فيه نتيجة مور الطيار الكهرابي في الموصل لان احنا عارفين وقلنا انه نتيجة مور الطيار الكهرابي في الموصل اللي بيحصل بيحصل انه بينشأ او بيتولد درجة حرارة معينة درجة الحرارة مع التحميل ازاي درجة الحرارة بتزيد لما درجة الحرارة تزيد ممكن تؤدي الى انهيار العزل وندخل في مشاكل كبيرة اللي هي بتاعت انه انهيار قيمة العزل للكبل فبالتالي يحصل مشاكل كبيرة في الكبل وندطر ان احنا نغير الكبل فالحل انه هو بيبقى الموصل الداخلي من النوع زوء الشعيرات المجدولة وكمان الشعيرات المجدولة دي لما بيحصل درجة الحرارة هي ممرتش في موصل واحد لا ده مرت في كل الشعيرات فكل شعيرة خدت جزء من درجة الحرارة ولما خدت جزء من درجة الحرارة هي لازم هتتبرد فيبقى سهل ان الشعيرة دي تفقد درجة الحرارة بتاعتها عن ما يبقى موصل مصمت أو موصل داخل موصل آخر ويجي يفقد الحرارة بتاعته ما يعرفش يفقد الحرارة بتاعته لأنه عليه موصل تاني اكتسب دارة حرارة فالحرارة بقت عليه من جانبين ده كده بالنسبة لمزايا الموصلات متعددة المركز تعال نشوف مع بعض مزايا الموصلات متحدة المركز تعال نشوف كده ليها مميزات وليها عيوب مميزاتها ايه رقم واحد اقل ثمنا اتنين اكثر تحملا للجهود الميكانيكية ثلاثة تحتاج الى كمية اقل من غطاء الرصاص تحتاج الى كمية اقل من العزل وهنا نشوف نوضح النقطة دي مع بعض لأنه بيبقى ضرقة العزل هو بقول لي اقل ثمنا لأنه انا ما بحتاجش عزل كمية عزل كتير لأن احنا قلنا ان متحدة المركز دي بيبقى الموصل الداخلي الموصل اللي هو الحامل للطيار وبيبقى عليه طبقة عزل وكمان الموصل بيبقى ملفوف عليه بشكل دائري اللي هو الموصل التاني وبياخد طبقة عزل تمام كده فانا مش محتاج كمية عزل كبيرة ولا ضروع زي النوع التاني من الكابلات والموصلات فهنا بيقول لي انه كمان بيتحمل الجهود الميكانيكية اكثر في التحمل للجهود الميكانيكية لأنه هنا الموصلين بيبقوا عاملين حماية لبعض الاجهات بيتوزع على الموصل الداخلي والموصل الخارجي تمام فبيتوزع على الاتنين عكس الموصل التاني او الكابل التاني اللي هو الشعرات المجدولة كان بيشد مرة واحدة في الموصلات كلها ما بيحتاجش هنا يحتاج الى كمية اقل من غطاء الرصاص لأنه الكمية العزل اللي موجودة هي مش كبيرة وكمان الموصلات زي ما قلنا بتتحمل الاجهاد مع بعضها فبتطر يعني بتقدر تتحمل اي نوع من الاجهادات اللي وقع عليها تعال نشوف العيوب مع بعض وهنا بيقول لي ان العيوب رقم واحد صعوبة لحمها وهنقول ازاي دلوقتي ليه والاشعاع الحراري للموصلات الداخلية ضعيف ودي نقطة مهمة قوي نقطتين غاية في الاهمية في الكابلات لما يقول لي صعوبة لحمها انا مش محتاج انه الكابلات الارضية لما يحصل فيها دروب او قطع في احد الموصلات واجي اعمل عملية اللحم انا مش محتاج تقابلنه صعوبة فبالتالي النوع ده هيبقى اقل في الاستخدام تمام فهنا بيقابلنه صعوبة ليه لانه لما بييجي صعوبة اللحم لما بيجي يعمل عملية اللحم بيبقى ايه عندي موصل داخلي وعليه طبقة عزل والموصل التاني ملفوف حواليه وعليه طبقة عزل ولو فيه موصل تالت ملفوف على طبقة العزل اللي ملفوفة على الموصل التاني تمام فعلشان يحصل قطع في احد الموصلات لابد ان انا اشيل كل طبقات العزل وكلام من ده وعلشان اجي الحمها هتقابلني صعوبة صعوبة كبيرة في اللحم تمام طيب من ناحية الاشعاع الحراري للموصلات وفقد دارة الحرارة دي نقطة مهمة اوي في النوع التاني اللي هو متعددة المركز اللي هي الكابلات او الكابلات متعددة المركز كان سهل اوي انها تفقد الحرارة لان هي كانت ايه كل موصل بمفرده تمام كل موصل بمفرده يعني زي ما قلنا ان التلات موصلات بيبقوا داخل الكابل وداخل الغطاء الخارجي والغلاف المعدني وطبقة العزل والدرع الواقي والمانيام صح كده وبينهم طبقات يعني الفراغات دي بيبقى بينها ايه طبقات العزل هو قالك احنا بنبلع الفراغات بمادة عزل طيب هنا بقى هنا مش هينفع ان هو يفقد الحرارة بسهولة لان هناك كان كل موصل بمفرده وكل موصل شعيرات فده بيفقد حرارته الواحده وده كل واحد بيفقد حرارته الواحده لكن تعال هنا ده انا عندي موصل داخلي مر فيه طيار حصل فيه دارة حرارة نشأ فيه دارة حرارة عليه طبقة العزل طبقة العزل بتعوق تسريب دارة الحرارة عليه موصل تاني مر فيه طيار فنشأ فيه دارة حرارة عليه طبقة عزل تعوق تسريب دارة الحرارة وهكذا لو فيه طبقة تالتة يبقى كل موصل الموصل الداخلي خالص اللي هو الاولاني من جوه لما يجي يفقد حرارته تقول دارة حرارته تطلع على الموصل اللي فوقه تمام؟ يبقى صعب ان انا اعمل تسريب لدارة الحرارة او ان هو صعب يفقد دارة حرارته بشكل كبير يبقى النوع المفضل اللي هو متعدد المركز لان من المميزات والعيوب كده لقينا ان هو النوع الافضل وده النوع اللي احنا بنشوفه بكسرة وشائع الاستخدام في عمليات التمديد الكهرابي للخطوط النقل الارضية هو الكابلات متعددة المركز تعالوا نشوف مع بعض كده سؤال تاني هنا بيقول لي جايب لي مثال والمثال ده بيقول لي فيه ايه بقى اوجد عدد الشعيرات لموصل مكون من خمس طبقات اوجد عدد الشعيرات لموصل مكون من خمس طبقات طيب هنا في المثال ده عاوز مني اقول له انه هو بيديني مجموعة من البيانات وهو خلي بالك كده يعني بقول لك ايه اوجد عدد الشعيرات لموصل مكون من خمس طبقات هو كده ادلك الداتا اللي هو عاوزها كلها تمام تعالوا نشوف كده مع بعض هنحل ازاي المثال ده بالقانون واحد وهنبدأ نعوض عنه ومثال سهل خالص وبيتكرر في الامتحانات هنا بيقول لي ايه انه النون دي هي عدد الشعيرات النون دي النون بنمثل بيها عدد الشعيرات بيساوي واحد زائد ثلاثة الف في واحد زائد الف الواحد ده ثابت والثلاثة ثابت تمام كده والالف هي عدد الطبقات تمام الالف هي عدد ايه الطبقات الالف دي والالف دي هي عدد الطبقات تعالوا نعوض كده هنلاقينا بنعوض بالالف خمس طبقات تمام يبقى هنا بص كده بقول لك اوجد عدد الشعيرات لموصل مكون من خمس طبقات تمام كده عدد الطبقات اللي عندي هو رمزه ألف وعدد الشعيرات رمزه النون تمام تعالوا نعوض هنلاقي انه عوضنا الواحد نزل ثابت والثلاثة في ألف عوضنا عنها بكام بخمسة اللي هي مكون من خمس طبقات عدد الطبقات في واحد زائد خمسة اللي هي برضو عدد الطبقات علشان نخلصها دي هنا فيه أولويات للعمليات الحسابية عشان ما نغلطش لأن على قد ما هي سهلة بس بنلاقي الطلبة بتغلط في التجميع النهائية أو الحزبة النهائية الناتج النهائي بتاعها هنا واحد بناخد عملية الضرب في الأول طبعا ثلاثة في خمسة بخمستاشر والواحد نازل زي ما هو وهنا عندي الواحد زائد خمسة علشان هي في قوس بناخدها زي ما هي وبعد كده بنعمل ايه برضو الستة في خمستاشر بتطلع لي بتسعين والواحد نجمعه مع التسعين يطلع لي بواحد وتسعين شعرة أو شعيرة يبقى أنا كده عرفت عدد الشعيرات لموصل مكون من خمس طبقات والله ممكن يقول لك من ستة طبقات من أربع طبقات حسب ما هيديلك في المثال ولكن احنا هنا بنحسب عدد الشعيرات اللي احنا قلنا ايه انه الكبل اللي هو مصنوع من بيحتوي على موصل متعدد الشعيرات هو عارض يعرف عدد الشعيرات اللي موجودة في الموصل الكلام ده ناخد بالنا منه ومثال سهل وبسيط اذكر مزايا الموصلات مختلفة المركز هنا نقول مع بعض كده مميزاتها بيقول لي تستخدم بكسرة لوجود موصلات متعددة اهم ميزة فيها ان هي فيها موصلات كتير فيها موصلات بكسرة لان هي عشان كده بتستخدم بكسرة طب عيوبها ضعف تحمل الجهود الميكانيكية دعيب من عيوبها وعندي هنا كمان زيادة تكاليف المواد العزلة لانه بيبقى عندي زي ما قلنا التلات موصلات والتلات موصلات دول بيبقى بين كل موصل والتاني بيبقى فيه طبقة عزلة والطبقة العزلة دي بتشتغل على انه بتحمي او بتعزيل درجة الحرارة بيبقى فيه زيادة في تكاليف المادة العزلة تمام سؤال تاني اذكر ما هي اهم الغازات الخاملة المستخدمة في عزل الكابلات او ما هي اهم الغازات الخاملة المستخدمة في عزل الكابلات او ممكن نقولك عدد انواع الغازات الخاملة المستخدمة في عزل الكابلات وده نقطة مهمة برضو بحيث انه نبقى عارفين الغازات وزي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا كابلات معزولة بالغاز لما صنفنا انواع الكابلات من حيث المادة العزلة عندي رقم واحد غاز سادس فيلوريد الكابريت واثنين غاز الفريون تلاتة غاز النيتروجين دول تلات غازات خاملة بتستخدم في عزل الكابلات الارضية طيب في هنا نقطة مهمة اوي تكلم عن خاصية الاطفاء الزاتي لمادة البي في سي العزلة ومادة البي في سي العزلة دي جماعة قلنا مادة بلاستيكية بتحتوي على خمات او هي مادة عالية الجودة في العزل بتستخدم في عزل الكهرباء وعزل دارة الحرارة في الكابلات الارضية هنا بيقول لي ايه بقى هي احتراق مادة البي في سي عندما تلامس اللهب مباشرة ثم تنطفق عند ابعاد مصدر اللهب ميزة مادة البي في سي ان هي مادة لما بتتعرض للاشتعال بتشتعل طب بمجرد ما بعدت عندها مصدر اللهب بتنطفق مباشرة تمام ودي يعني نقطة مهمة قوي وميزة مهمة قوي لان احنا محتاجين انه ممكن لو حصلت شرارة داخل الكابل مادة البي في سي هتشتعل بمجرد ما فصلنا الطيار الكهرابي او حصل فصل للطيار الكهرابي عن الكابل او فصل القدرة الكهرابية عن خط النقل بمجرد ما فصلنا الخط الطبيعي اللهب هينطفق او الطيار هيتفصل فبالتالي اللهب ينطفق فبالتالي مادة البي في سي بينطفق اشتعلها او اللي هي بتعرض لعملية الاطفاء الذاتي او الاطفاء الداخلي لنفسها تمام طيب سؤال بيقول لي علل يجب عدم تعرض الكابل المغلف بمادة البي في سي الى حرارة مرتفعة او حرارة منخفض يعني مثلا انه الكابل ده ما ينفعش الكابل اللي هو مغلف بمادة البي في سي ما ينفعش يتعرض لدارة حرارة عالية وفجأة يتعرض لدارة حرارة منخفضة لان ده بيأثر على عملية باقي التقاين وظهور نتوآت داخلية فراغات تشيل هوا متقاين داخل المادة العزلة وداخل الكابل ليه بقى تعالى نشوف الاجابة هو بقول لي هنا لانه يلين بالحرارة ويسلط بالبرودة ويتعرض للتلف يعني نتيجة سخنته لدارة عالية وارتفاع دارة حرارته وبعد كده يتبرد تبريد مفاجئ او يتبرد تاني نتيجة العوامل دي كلها بيبدأ المادة العزلة بتبدأ تتعرض للتلف تمام نشوف بعد كده طرق ماد ووصل الكابلات انا عندي عدة طرق لمادة ووصل الكابلات هنشوف كل طريقة منها دلوقتي وهنشرح بالرسم اذكر طرق ماد ووصل الكابلات طرق ماد ووصل الكابلات انا عندي دلوقتي ماد الكابلات بالوضع المباشر وماد الكابلات بطريقة السحب وماد الكابل بالطريقة السلبة دي كده طرق ماد الكابلات في الأرض طيب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه اشرح بالرسم طريقة مد الكابلات بالوضع المباشر طريقة مد الكابلات بالوضع المباشر دي بنشوفها أحيانا في بعض يعني هي الطرق دي كلها رماعة بتختلف من طربة لطربة ودي يعني بتصلح في الطربة الجفة الطربة اللي ما فيهاش رطوبة الطربة اللي ما فيهاش عوامل جوية خاصة بالطربة تؤثر على الكابل وزي ما احنا شايفين فيه الشكل اللي قدامنا او الرسمة اللي قدامنا هي عبارة عن الحفرة والحفرة دي ماليناها بالطراب وحطينا يعني فيه طبقة رمل هنا طبقة سفلية للرمل طبقة سميكة حطينا عليها الكبل ومالينا الحفرة بالرمل او الطراب الناعم وحطينا عليه من فوق الواح من الخشب وبساعات بنشوف بيحطوا اللي هي الواح خرصانية كده بتتحط على الكبل تعال نشوفها نشرحها ازاي هنا بيقول لي يوضع الكبل في خندق بعد فرشه بطبقة من الرمل ويغطى بطبقة من الطراب النظيف او الرمل ثم يوضع عليه الواح من الخشب او الطوب الاحمر ثم تملى الحفرة بالطراب او الرمل زي ما احنا شايفين في الشكل ده كده اهوة ادي الحفرة اللي احنا بنتكلم عنها والحفرة دي عملنا طبقة من الرمل طبقة سفلية من الرمل طبقة سميكة من الرمل وكمان حطينا الكبل طبعا على طبقة الرمل دي بحيث ان طبقة الرمل دي لما يتعرض الكبل لأي ضغوط من اعلى او اي اجهاد الكبل يعني ما يتأثرش ان تحطيه طبقة صلبة لأ ده الرمل ده هيتحمل معه القوة قوة الضغط اللي حصلت ويعني مش هيأثر على الكبل يتعرضه لاجهاد شد يعني زي ما نقول هياخد ويدي كده مع الكبل تمام وبالتالي بعدها بعد ما حطينا طبقة الرمل السميكة حطينا الكبل مدينا الكبل بطول المجرى او بطول خط النقل اللي احنا شغالين عليه وكمان ملينا الحفرة بطبقة من الرمل او الطراب النعم او الطراب النظيف اللي هو طبعا ما فيهوش زلط ما فيهوش مواد او ما فيهوش بقى شوائب ممكن تأثر تجرح في الكبل تقطع طبقة الخدمة الخارجية يعني ما فيش حاجة تأثر عليه وجينا بألواح من الخشب او الطوب الاحمر او فيه ساعات بنشوف بيحطوا ألواح خرصانية بطول الكبل دي علشان حماية بقى ايه انه الكبل بعد ما غطناه بالرمل بنحط عليه من فوق ألواح من الخشب او الطوب الاحمر او ألواح خرصانية علشان تحمي الكبل من اي اجهاد ممكن يتعرض عليه نتيجة ان احنا بنشوف سيارات النقل التقيل اللي بتيجي معدية على في الشوارع وبتبقى ماشية فوق الكبلات وبتصادف ان العربية وقفت فيه مكان فوق مجرى الكبل فبتأثر على المكان اللي وقفت فيه بيبقى معرضة الكبل اسفلها الى اجهاد اجهاد ضغط واجهاد شد فبالتالي بيأثر على الكبل علشان كده حطينا طبقة الخشب اللي موجودة او طبقة الطوب وغطينا الطبقة كمان بالرمل اللي هو خلاص وصلنا لسطح الطربة او سطح الارض في النقطة هنا دي طيب مميزاتها وعيوبها وكل طريقة احنا هنشوف مميزاتها وعيوبها علشان نبقى عارفين ايه الافضل افضل الطرق ابسط وارخص الطرق طريقة المد المباشر دي ابسط وارخص الطرق كمان الاشعاع الحراري فيها مناسب لانه بيبقى الكبل محطوط فيه على طبقة من الرمل حواليه طبقة من الطراب الكبل لما هيسخن هيصرب ضارة الحرارة في باطن الارض تمام الكبل لما يتعرض لضارة حرارة هيصرب حرارته فين في باطن الارض فهو هنا سهل اوي ان يفقد ضارة حرارته اللي كانت موجودة فيه تعالى نشوف طيب العيوب بتاعته العيوب بتاعته بيقولي من الصعب وضع كبل جديد او تبديده يعني علشان اعمل كبل جديد او اغير الكبل ده لما يحصل فيه قطع ولا اي عطل علشان اغير الكبل مش هعرف اغيره ده انا لازم احفر الخط بالكامل واخرر الكبل واحط كبل جديد طيب العيب التاني انها تعطل حركة المرور اثناء مادة او تغيير الكبل وقت ما كنت ممد الكبل انا كنت موقف الشرع كله او الطريق كله علشان انا عامل حفر بطول الطريق وكمان انه هو لما باجه اغير الكبل لاني بحفر تاني واشيل الكبل وبعدين اعمل ايه اعمل انه اشيل الكبل اللي كان موجود واحط كبل اخر جديد ثلاثة صعوبة اكتشاف مكان العطل ودي طبعا لانه الكبل مدفون بالكامل في بطن الارض فبيبقى صعب ان اكتشف مكان العطل ورغم ان في اجهزة حديثة لاكتشاف مكان العطل دلوقتي بيكتشفوا مكان العطل بس هنا بيبقى يعني صعب شوية انه هو اكتشاف مكان العطل اربعة زيادة تكلفة الاصلاح لانه طبعا انت بتحتاج نفس المعدات اللي انت مديت بها الكبل انت بتحتاج نفس المعدات ونفس العمالة ونفس الباكينات ونفس اللوادر والجرارات اللي شدت معك الكبل بتحتاجهم تاني لما بتريد تعمل اصلاح للكبل خمسة تحتاج لدراسة نوع التربة ودي اهم نقطة بدور عليها انه طالما الكبل محطوط فيه التربة مباشرة لان الطريقتين اللي بعد كده احنا هنشوف ان الكابل مش محطوط كده في الحفرة وخلاص بمفرده ده احنا هنشوف طريقتين تانيين مختلفين عن انه الكابل محطوط في الطربة مباشرة كده على الرمل ويغطين عليه برمل وطبقة خشب لفيه طريقتين مختلفتين تانيين والطريقتين دول هيبقوا اسهل في التغيير اسهل في تبديل الكابل عند حدوث خطأ او عطل وهنا كمان بيقول لي بيحتاج لدراسة لنوع الطربة انا قبل ما حط الكابل في الطربة مباشرة كده يعني قبل ما اجي هاجي في المنطقة معينة او في منطقة سكنية معينة او في طربة معينة وهقول انا همد خط نقل ارضي او خط كابلات ارضية في المنطقة دي لابد ان انا اعمل عملية دراسة لنوع الطربة اشوف دارة الحرارة دارة حوارتها ايه دارة الرطوبة فيها ايه ملوحة الطربة تمام هقدر احفر على عمك كام وده كله بيتوقف على نوع الطربة لقبل ما هامد نوع الكابلات ده تمام يبقى دي كده طريقة مد الكابلات بالطريقة المباشرة تعالى نشوف طريقة تانية اشرح بالرسم طريقة مد الكابل بطريقة الصحب مع ذكر مميزاتها وعيوبها كل طريقة من دول احنا هنشرحها ونشوف الشكل بتاعها الرسمة بتاعتها ونقول مميزاتها وعيوبها لان السؤال بيجي شامل في الجزئية دي تعالى كده نشوف الشكل بتاع الرسمة وهنشرحها ازاي في هذه الطريقة توضع الكابلات في برابخ واخد بالك من المسميات علشان تبقى عارف لما هترسم هتبقى يعني لو انت فاهم المعنى الكلام هتقدر تشتغل وترسم الرسمة وتشرح في هذه الطريقة توضع الكابلات في برابخ مصنوعة من الفخار ويوضع البربخ في غرفة من الاسمنت ويغطى الكابل قبل سحبه داخل البربخ وتستخدم هذه الطريقة في حالة استبدال الكابل باخر يعني لو انا عامل حسابي بعد كده انه لما يحصل عطل في الكابل هغيره يبقى هستخدم الطريقة دي طب تعالى نشوف الشكل بتاعها هنا بقى بيقول لي ايه دي غرفة من الخرصانة تمام هو قال لي ايه انه البربخ بيكون جوه غرفة من الخرصانة والكابل بيتحط بعد عزله بيتحط جوه البربخ تمام يعني شوف هنا ايه الكابل موجود عندي جوه اهوت تمام والجزء الدائري اللي موجود ده المقطع الدائري ده ده بتاع الانبوبة او اللي هي بنسميها البربخ البربخ ده بيبقى شبيه بالمصورة كده تمام طيب وكل الاتنين دول الكابل والبربخ او الانبوبة اللي محتوط فيها الكابل بيبقى داخل الغرفة والغرفة دي بتبقى مصنوعة من الخرصانة بتبقى شبيهة بالمواسير الخرصانية بتبقى محتوطة فيه بتندفن في الارض وبيدخل جوها البربخ والكابل تمام الطريقة دي انا اقدر استخدمها في حالة انه انا محتاج بعد كده لو حصل عطل محفرش واستخدم معدات وادوات تانية واحفر ووقف الطريق تاني ده انا محتاج بس ايه ممكن يبقى لودر ممكن يبقى جرار يتربط فيه الكابل ويبدأ يمشي يسحب الكابل معايا ونربط الكابل الجديد في الكابل القديم ويتمد وراء الكابل القديم اللي انا سحبته دي طريقة تعالوا نشوف المميزات والعيوب هنا بيقول لي في المميزات ايه بقى رقم واحد سهولة تحديد مكان العطل تمام رقم اثنين سهولة تبديل الكابل باخر دون نفقات الحفر يعني انا هنا هتجنب نفقات الحفر اللي ممكن تعطلي حركة المرور وهنا قال لي ايه لا تعطل حركة المرور يبقى انا في المميزات لانه الكابل محتوط في اه اه انبوبة اللي احنا بنسميها البربخ والبربخ ده او الانبوبة محتوط داخل غرفة طبعا الغرفة دي بتبقى زي مصورة برضو من الخرصانة بتبقى مدفونة في بطن الارض او في الحفرة اللي انت حفرتها لمد الكابل وبعد كده الغرفة الخرصانية جواها البربخ وجواها الكابل لما هاجي اغير الكابل بيحصل ايه ما بحتاجش كل العمالة اللي انا استخدمتها في الحفر وشيل المواسير وحط المواسير نزول المواسير في الحفرة ومد البربخ بالكابل وكلام ده ما بحتاجش العمالة دي كلها ولا المعدات الحفر ولا الكلام ده كله وبالتالي ما بعطلش حركة المرور لاني ما حفرتش صح كده كل اللي بحتاجه الفنيين المخصصين للعملية دي زائد ان هما بيبقى معاهم مثلا جرار او معدة او لودر معدة اللي هي المعدة اللي هتسحب الكابل تخرجه من الانبوبة الداخلية وبالتالي انا ببقى رابط معاه الكابل الجديد اللي انا همده داخل داخل البربخ او الانبوبة بديل ليه الكابل اللي فيه العطل فبالتالي لما شدت الكابل اللي فيه العطل مباشرة اتمد وراه مين الكابل السليم وبكده يعني ما عطلتش المرور ما استهلكتش عمالة كتير فبالتالي التكلفة يعني ما زادتش اوي يعني عيوبها ايه الاشعاع الحراري اقل ودي اهم نقطة هيتعاني منها في الطريقة دي النقطة التانية قد يلتصق الكابل بالبربخ وهنقول ليه عالية التكلفة تحتاج الى عمالة مهرة تعال نشوف هنا اول حاجتين نتكلم فيهم كلمة عالية التكلفة وبتحتاج الى عمالة مهرة هنا عالية التكلفة رغم ان انت ما استخدمتش العمالة اللي كنت بتحفر بيها بس استخدمت معدات تمام يعني انا ما استخدمتش عمالة للحفر ولكن استخدمت معدات هي ما كلفتنيش اجرة او اجر العمالة والمؤيسة اللي بتتعمل للعمالة وكلام من ده لكن استخدمت المعدة اللي تسحب الكبل وعلشان استخدم المعدة اللي تسحب الكبل انا محتاج فنيين مخصصين للعملية دي يعني العملية دي مش هيقوم بها اي عامل في شركة التوزيع او شركة الكهرباء اللي هي مسؤولة عن تمديد الكابل والاصلاح مش هجيب اي عمالة دي انا هجيب عمالة فنية مضربة على العملية دي تمام طيب الاشعاع الحراري ويعني النقطتين اللي هي رقم واحد الاشعاع الحراري اقل وقد يلتسق القابل بالبربخ النقطتين دول متعلقين ببعض ليه لانه ضارة الحرارة لما هترتفع مفيش تهوية تمام مفيش طربة تمتص ضارة الحرارة زي الطريقة الاولى اللي هي المادة المباشر المادة المباشر كنت بقولك ان الاشعاع الحراري سريع والاشعاع الحراري سهل ليه لانه كان الكابل في باطن الارض فبالتالي انه الكابل سهل اوي شعع الحرارة بتاعته في باطن الطرب هنا بقى انت عامل الكابل محتوط داخل الانبوبة اللي هي البربخ والبربخ او الانبوبة موجود داخل غرفة خرصانية فضرجة الحرارة ما حصلش تسريب لها هيحصل تسريب لها منين؟ من الانبوبة لو خارجت من الانبوبة هتبقى معرضة داخل ضرجة الحرارة داخل الغرفة الخرصانية وبالتالي صعب ان هو يشعل حرارة بتاعته للخارج وبالتالي لما ضرجة حرارته تعلق هيحصل إيه؟ إن طبقة الخدمة الخارجية لغلاف البلاستيك اللي احنا بنشوفه بره ده بيحصل إنه بيحصل له التصاق في أرضية الأنبوبة أو البربخ يعني الكبل محطوط هنا كده بيلتصق به الأرضية أو أرضية الأنبوبة أو البربخ فيبيبقى صعب إنك تشده دي هتبقى مشكلة إنك تيجي بقى عملية سحب الكبل بعد كده صعب إنك تسحب الكبل ليه؟ في حالة إنه هو لما يلتصق داخل البربخ أو الأنبوبة ودي مشكلة في طريقة مد الكبلات في الأنبوبات أو بالسحب عندي بعد كده سؤال تاني الطريقة التالتة اللي هي إشرح بالرسم خلي بالك طرق المد دي كلها بتيجي إشرح بالرسم تمام؟ إشرح بالرسم طريقة مد الكبلة بالطريقة الصلبة وأذكر مميزاتها وعيوبها هنا بنقول إيه؟ تستخدم هذه الطريقة عند مد الكبل في الأراضي الزراعية أو الراطبة وفيها يتم موضع خد بالك من الكلام ده علشان ممكن يقولك سبب استخدام أو يعني أذكر سبب استخدام طريقة مد الكبل بالطريقة الصلبة في الطربة أو طربة مثلاً الأراضي الزراعية لأنه إحنا في الحالة دي خد بالك من الكلام هنا بيقولك إيه؟ عند مد الكبل في الأراضي الزراعية أو الراطبة تمام؟ بيحصل إزاي؟ وفيها يتم موضع الكبل في مجرى من الخشب أو الفخرار محمولة على كباري بحيث تكون بعيدة عما يحطها ثم يملأ الإناء بعد ذلك ويغطى بقوالب الطوب الأحمر تمام كده؟ طب عايزين نشوف الشكل الرسمة بتاعتها اللي هنرسمه هنا بيقولي الشكل أهود وده نقول بقى إيه؟ نشرح الكلام اللي إحنا قلناه على الشكل اللي قدامنا ده الشكل هنا بيقولي إيه بقى؟ فيه هنا الجزء اللي انت شايفه السفلي ده كده اللي هو حرف اليون مقلوب ده ده بيبقى اسمه كبري تمام؟ ده اللي هو الكبري اللي هو قالك عليه إيه؟ محمولة على كباري ده كده كبري تمام؟ وهنا ده بيبقى سطح الأرض هنا الكبري ده يزاي حرف اليون مقلوب هنا كده على سطح الأرض وفيه مجرى محطوطة عليه من فوق خد ذلك فيه مجرى محطوطة عليه من فوق المجرى دي بيتم ملقاها المجرى دي بيتم ملقاها طبعا بيه؟ المواد اللي هي الطوب الأحمر أو بمواد طربة بقى رملة أو طراب ناعم أو رمل نظيف والكبري بيتحط فيها مباشرة تمام؟ هنا الطريقة دي أنا بستخدمها إمتى؟ والله لما همشي في طربة زراعية همشي في طربة فيها الأرض بيطلع منها أملاح بيطلع منها مياه بيطلع منها زيوت فأنا محتاج أن الكبل يكون في مأمن بحيث أنه ما يتعرضش للعوامل المحيطة بالطربة أو العوامل الداخلية للطربة فبالتالي بيبقى عندي المجرى اللي فوق دي بتبقى من الخشب أو الفخار المجرى دي بتبقى محطوطة على الكبر على الكبري اللي هو موجود ده محمولة على كباري بحيث تكون بعيدة عما يحطها ثم يملأ الإناء بعد ذلك ويغطى بالطوب الأحمر احنا قلنا بيملأ بإيه هيملأ بالرامل أو الطراب الناعم أو الرامل النظيف تمام كده وبالتالي هنا بيبقى سهل إن هي تشعر الحرارة بتاعتها تعالى نشوف مميزاتها وعيوبها مميزاتها إيه رقم واحد مد الكبل في أراضي صخرية لأنه طبعا في الطربة الصخرية احنا ما بنعرفش نحفر أو ما بنقدرش نوصل لعمق مناسب لدفن الكبل مد الكبل في أراضي طينية راطبة يبقى الحالتين دول يخلوني أقدر بالطريقة دي أقدر أمد الكبل في طربة صخرية الطربة الصخرية احنا بنقدرش نحفر وليكن مثلا احنا محتاجين عمق متر متر وعشرين متر ونص للكبل فما بنقدرش نوصل للعمق ده فبالتالي أنا بفضل الطريقة اللي هي المد في المجرى المد الصلب دي بحتاجها في الطربة الصخرية أو الطربة الراطبة أو الطربة الطينية خاصة في الأراضي الزراعية بنشوف مجرى ماشية معدية بالكبل من الرقعة الزراعية أو الأراضي الزراعية لأنها معارضة للغاية والرطوبة والكلام ده كله فبنحتاج إنه الطريقة دي هي اللي ننفذ بيها عيوبها ايه؟ رقم واحد صعوبة اكتشاف مكان العطل رقم اتنين إذا تلف جزء من الكبل لا يستفاد بالجزء الزراعية في الأراضي الزراعية الباقي تمام؟ رقم ثلاثة صعوبة تغيير كبل مكان آخر وعندي يحتاج إلى تكاليف عالية في الصيانة بتاعته الإشعاعي الحراري ضعيف جداً هنا بيقول لي إنه في الطريقة دي أنت محتاج لما هيحصل فيها عطل العطل دوت أنت محتاج تكتشف مكانه بيقول لي إن فيه صعوبة لاكتشاف مكان العطل تمام؟ وكمان الإشعاعي الحراري رغم إنها الكبل مغطى بطبقة من الرمل ووشه للخارج برضو عملية الإشعاعي الحراري للموصل بتبقى صعبة شوية أو ضعيفة مش موجودة لا هي بيقدر يشاعة دائرة الحرارة بس بتبقى بشكل ضعيف تمام؟ كمان بيحتاج إلى تكاليف عالية وكمان إذا تلف جزء من الكبل لا يستفاد بالجزء الباقي من الكبل وبكده نكون أنهينا حلقتنا من مراجعة الباب الثالث زي ما قلنا عندنا الباب الأول والتاني عملنا له حلقة مراجعة شاملة على الباب الأول والتاني تقدر ترجع لها على قناة اليوتيوب في انتظار صفصاراتكم وأسئلتكم على تعليقاتكم في الفيديوهات على قناة اليوتيوب تمنياتي ليكم بدوام النجاح والتوفيق بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته